هذا مو خرق دستوري أنك أتبع على تعهد ميغط مظاهرات هذا مضارب للمادة 38 من الدستوري العراقي اللي تنص على حرية التعبير وحق التعبير المكفول حق الصحافة نعم أصلا هذا تعهد باطل ولا قيمة له لا قيمة له لأن المادة الدستورية تسمح بالتغطية الصحفية وتسمح بحرية التعبير وتؤكد على ذلك وما قام به رجال الأمن هو اجتهاد شخصي وبالتالي لا قيمة له في المستقبل ويمكن لكرار أن يرفع دعوة قضائيا أمام محاكم البصرة يفهم القانون هذا الضابط لا لا ما لهم علاقة بالقانون لا لا ما لهم علاقة بالقانون شوف بالعراق ما حد لا علاقة بالقانون بالعراق العفرة والقوة والنفوذ والمال والسلاح هو الذي يحكم أكثر شيء أهين في العراق بعد عام 2003 هو القانون هو القانون سحقة بيعني ما لدي أقول بيش سحقة 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 واضحة مسحت به الأرض ترجمة نانسي قنقر